اشتركوا في القناة 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 انتي بتلبسي شخصية وتطلع من شخصية بتستمتعي لما تكوني شخص آخر انا استغربت منك صراحة اشوفك تركبين دباب تضربين ناس انا رحت اكستريم لشوية اكشين على طول اصلا لو اقول لك قصة ضحك لما كلمني المخرج حيدر سمير اوجهه لتحية طبعا قال لي ابني انتي هتطلع معنا ضيفة شرف عندك أربع مشاهد في الفيلم مشهدين هتتكلمي فيهم ومشهدين أنت ساكتها حلو؟ قلت لأنا موافقة خلاص؟ بس أهم شيء أنه أكتشف قدراتي أيوة أبغى أجرب أبغى أخوض التجربة أعتقد المشهدين اللي كنت ساكت فيها اللي هي سواتي فيها أكشن لا ما هو بعدين اختلف الأمر إيش صار؟ بعدين أنا فجأة لقيت تفسدي أتذكر اليوم اللي جالسة فيه جوا مدربين الفنون القتالية لأن الفيلم أكشن أنا جالسة لي دور بس دور صامت أنا جاي اللوكيشن على هذا الأساس لقيت المخرج يلا 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 لبنة قلت لا لا أنا مش معاهم قلت لا أنت معاهم لك مشهد قلت لما أنت صار؟ قال لي بقومي اتدرب يعني زادت مشاهدي زادت مشاهدي الحمد لله شافوا يعني قدراتك؟ الحمد لله الحمد لله سبحان الله الإنسان يحس بقدراتك يعرف هو وين هين ينجح أنا لما صاعدت كان عندي إحساس أني أقدر أعطي في هذا المجال فأذكر كمان مع الفنانة العنودة سعودة وجهلها كمان تحية بطلة الفيلم كان فيه مشهد أنا أضربها بالروسية؟ بالروسية شافتك؟ أجست أسوي المدرب أنا أقول المدرب أضربي وهي تقولي لبنة لا تخافي أنا هاوخ راسي كتلهم يا جماعة ليه ضابطة باك؟ مش ضابطة بس الحمد لله أتقنتيها فريق احترافي جدا وين تصور فيلمكم؟ تصور في منطقة شرقية كلها؟ كلها كامل وكم لوكيشن إبا تذكرين؟ أعتقد أنه كان أكثر من 12 لوكيشن واو متر مرة صعب تغيير كان جدا صعب لكن صراحة أنا اتفاجأت من ضخامة الإنتاج السعودي أنا ما كنت متخيلة أنه لما كنت هادخل كنت متوقع أن أنا أشوف شيء بسيط لكن أنا شفت شيء عظيم الشركات السعودية لما تدخل في الإنتاج وتبدأ طبعا بالضبط كيف كان أداء الكوادر التمثيلية السعودية اللي كانوا معاك؟ طبعا نروح لكم ونشوف الفيلم نحتاج أربع دعوات هنا هذا أول شيء ثاني شيء بس كنت أريد أن أعرف كيف كانت الكوادر السعودية في التمثيل كيف كان الإخراج مبيرين أنا الآن مبسطة أني قلت جايبين مدرب في نوقف لي مخصوصة عشان ندرق الله كل شيء كل التفاصيل يا عادير كل التفاصيل حتى الميكاب السينمائي التفاصيل الصغيرة ننتاج سعودي ننتاج سعودي 100% الفريق كله كان سعودي الفيلم السعودي 100% وإلا استغناء طبعا عن بعض الناس اللي كانت تساعد لنا من نفسيات شخصة لكن صراحة لا تحرقين شوي بس أشانت حمصة أنا خاص بس هي قارت بتسكع راسها حد هذا هذا الحدات ودي أشوف لم لم يتسكع راسها حد طبعا سكرت شوفينا افتح سناب حاطتها هذه الليكتر لا ما شوفتها بس ألك سؤال خوفتني وهي تسوك إذا خيرك ممثلة ولا مذيعة الاثنين ما الاثنين بتاع تقول له بسألك سؤال إذا خيرك بين ممثلهم اختاروا واحد عدت مثلتين وش ده ما خليت تكملين خليني أجرع عارفة صياغة السؤال أنا عارفة هذا السؤال عبير يمكن سألتني طارق الحربي سألني لأودي الزبن سألتني يعني ويرجعوا لي يسألوني يقول لكم أنا ما عندي إجابة أنا حبيت التمثيل وحبيت التقديم يعني بس أنا أحس يعني يمكن أنا التقديم بالنسبة لي أسهل لأنه زي ما تفضلت لبنى من شوي تطلع شخصيتك أنت أفكارك أنت ثقافتك أنت الباكراوند حقك أنت شخصيتك أنت ما تتقدم صين شخصية ثانية سواء كانت شخصية أنت حبتها وإلا أنت حبتها غصبا عنك تسوينها يعني فيه أشياء أو مشاهد كثير أنا مثلا في مسلسل اللي نزل فيه رمضان اللي فات ما كنت ما كنت مرة أتفق مع المخرج والمنتج كنت أقول لا بس أنا لو أسوي كذا أحسن أنا أحس أن أحسن فأنا من النوع اللي ممكن أتدخل في القصة ممكن أتدخل في الحوار ممكن أتدخل ترى مو كلهم مش مقبول يتقبلوني كل يتقبل ولكن هو شيء مطلوب هذا دليل ذكائك اللي يتقبل الكاتب اللي يتقبل ولا المنتج اللي يتقبل ترى عارف أنه أنت إنسان ذكية لأ راح تضيفين لي ممكن ممكن تضيفينه ممكن تخربينه على حسب الشخص على حسب نديج بتقول لأنه مو كل الشخصيات يعني نفس بعض أو مو كل الشخصيات ممكن أنها عموما بالضبط فلبلو شاسم فيلمك قبل ما نتعب اسمه لعبة الكبار لعبة الكبار يا كبير يا كبير شاء الله سيكون ريت كاربت أو افتتاح إطلاق الفيلم في 12 من هذا الشهر سيكون موجود في كل السينمات في الصفرات السينمات السعودية يوم الخميس 14 أكتوبر لازم تشوفه ألف ألف مبروك لبناء وإن شاء الله نحن نكون متواجدين معك وإحنا معك أساسا قلبا وقالبا وإن شاء الله من هذا الفيلم وغيره وغيره ونشوفك توصلين للحلم الذي أنت تبغينه أو هدف الذي أنت تبغينه مشاهدين مكملين معكم باقي فقرات سيدتي اليوم ولكن بعد الفاصل بعد الفاصل أبرز أحداث معرض الرياض الدولي للكتاب مع عدسة سيدتي